الشيخ عبد الفتاح أبو غد رحمه الله أول مرة التقى بالكوثري وهو أخص طلاب الكوثري وأكثرهم وفاءً للكوثري الشيخ عبد الفتاح أبو غد رحمه الله أول مرة التقى بالكوثري في هذا المسجد في مسجد أبي الذهب في هذا المجلس وكما قلت لكم الكوثري كان له فراسة في الأشخاص فالشيخ عبد الفتاح يقول أنا جئت إلى الكوثري فقلت له أنا اسم عبد الفتاح أبو غد من حلب قال فمباشرة فالكوثري له صديق في حلب وهو الشيخ راغي بالطباخ مشهور فالكوثري قال مباشرة لما قال أنا عبد الفتاة بغد jungle من حلب فالكوثري قال أنت من بلد الشيخ يريد أن يقول راغي بالطباخ ولكن كأنه يتذكر الإسم قليلا أنت من بلد الشيخ فالعبد الفتاة بغد Кол Palestina قال راغي بالطباخ مع أنه شيء هو حلب كثير ولكن لماذا اختار راغي بالطباخ يعني يقول الشيخ المفتاح فوافق عقلي عقله يعني جاءت الكلمة معه